السلام عليكم. Hello my dear students, my dear followers and my dear viewers. Welcome back again with English in another shape. Hello, congratulations and the greeting from me teacher وحيد استقلال. حياكم الله طلبات صف الأول الثانوي. ميجا جول 2. الترم الثاني وشبه لكم معانا. اليوم هنكمل مع بعض رحلة grammar إن شاء الله. صفحة ستة وخمسين اللي هي تعتبر يونت فور. اوكي نقول بسم الله. الجرامر حق اليوم يا شباب زمن اسمه باست بيرفكت تنس زمن الايه باست يعني مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ماضي. ماضي. محمد ولا دي. ماضي ولا مضارع؟ ماضي. باست بيرفكت زمن الماضي التام. الماضي الايه؟ البسيط. لان فيه ماضي تام مستمر. يبقى الباست بيرفكت تنس معناه زمن الماضي التام البسيط. ويش يعني ماضي تام بسيط؟ جالك لو عندك زمنين. هادي زمن. وهادي زمن. خلاص؟ الزمن اللي حدث منهم في الاول هو الماضي التام. يعني اللي اتنين حدثوا في الماضي. واحد منهم قد تم قبل الاول. هذا حدث وبعد كده هذا حدث بعده. واللي بعديه اللي حدث بعدين متأخر الماضي البسيط. يبقى الماضي التام هو عبارة عن زمنين حدثوا في الماضي مع بعض. بس واحد منهم حصل قبل التاني. واحد منهم حصل قبل التاني عشان كده نقول عليه هو ده الماضي التام. حدث شيء تم قبل شيء في الماضي. طيب. بيتكون شباب من هاد. وهاد دي بيجي قبلها الفاعل. اللي هو كلمة تقولنا معناها فاعل. الفاعل اي فاق. اي ضمير. هو اسم. ليش؟ لان هاد ما تفرج هي من شي من ات من اي من يو من مي من وزاي. كلها تاخد هاد. يعني هاد تيجي مع اي. وتيجي مع هي. وتيجي مع شي. تيجي مع يو. زي هاد. هاد. زائد لس. اللي هو التصريف الثالث للفعل وجلنا مهم جدا نحفظ التصريفات. التصريف الثالث يا اما فعل اخر اي دي لو منتظم. او الشكل التالت من الفعل الغير منتظم. الافعال الغير منتظمة مهمة جدا يا شباب. ناخد مثال. خلي ما لك من المثال ليش يقول. عندما وصلنا. عندما وصلنا المطار ويش اللي حصل. او باز امتبه. اوار فلايت. رحلة الطيران. هاد. نبكز في هذه. هاد. هاد. أوريدي. ليفت. او باه. ايش اللي حصل. يقول لك يا أخوي عندما وصلنا المطار. يبقى هما وصلوا المطار. يطرد الحدث الاول. عشان في أول الجملة. انتابه صبر على رزقك. عندما وصلنا المطار. اوار فلايت هاد. ليفت. كانت رحلة الطيران بالفعل غادرت راحت عليهم الطيارة أجل هذا اللي حصل الأول سبفلهم هذا اللي حصل الأول وهذا الثاني يبقى هم رحلة الطيران طلعت هذا الحدث الأول وبعدين هم وصلوا المطار عشان كي رحى خلينا إن رحلة الطيران طلعت هذه خليناها هاد وتصريف ثالث للفعل وهاد الريدي ليفت شوفتوا كيف طيب هم عقول مثلا لم يستطيعوا هذا ماضي بسيط خلينا ما يعتبر ماضي الماضي من كان لم يستطيعوا الحصول على لم يستطيعوا الدخول للمنزل ليش يا عم ليش اللي حصل شوف اللي حصل ليش بيكاز 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 هاد فورغارن فور كارن ليفورجيت فورغارت فورغارن بي هاد فورغارن ذكي قد نسوا المفتاح ايش اللي حصل الاول انهما نسوا المفتاح اهو هذا اللي حدث الاول عشان كده خليناه ماضي تام هادو التصريف التالت او ايش التاني ايش اللي حصل ما قدروا يدخلوا المنزل هذا هو الزمن الثاني سوش اجل هنا شماب فهمنا هرجة الماضي التام يبقى فعل حدث قبل فعل تاني في الماضي نخليه تصريف تالت على طول هادو تصريف تالت وفي حالة السؤال بنعكس يعني مسلا اقول شي هاد كومبليتد ده هي اجا تكملت المشروع عايز اسأل هاد او معاهم للمجسة حاجي هاد شي ايوا هاد شي واكمل كومبليتد ذا توجيكت اقول يس شي ايه هاد شو عاطر اللي يسألك بيه ترد بيه سألك بهاد ترد سألك بهاز ترد هاي سألك بدو ترد سألك بسيارة ترد بسيارة بسيارة لا تسكيز سألك سيارة يبقى يس شي هاد او نو شي هادنت مو هي حسوة انجليزية في السيارة اوكي احنا بنحاول عشان نوصل معلومة حمود طيب يبقى احنا فهمنا كده يا شباب يعني ايش ماضي تام وعرفنا انه لو جامع ماضي بسيط بيكون هو اللي حدث الاول وبعده الماضي البسيط في قاعدة اللي هي قاعدة اسمها او انا بسميها يعني استنتاج وبعض الناس في الجرامر علماء الجرامر يسموها يعني هنا يقولك دي داكشن دي داكشن جاء من الفعل اللي هو يستنتج دي داكشن يعني الاستنتاج طلع عمرك الاستنتاج يعني استنتج حدوث شيء دي داكشن طيب طيب هنا في الكتاب في الجرامر كتبينها برضو نفسها الاستنتاج طيب تعال نشوف ويش هي عن الاستنتاج انك لما تكون شاكك في شيء وشبه متأكد منه كيف تتكلم يعني شفت واحد ماشي من بعيد وانت متأكد ان دا نواف صاحبك هتقول ايش او من غير ما تقول تقول يبقى اجل عندي حاجة اسمها انا متأكد ايوا مست بي هذي مست بي طيب لو عايز تقول في الماضي عايز تقول دا كان متأكد ان اللي شفتوا دا في الماضي يبقى دا مضارع عايز تخليها ماضي او عايز تقول لي مست تتحولها تبقى مرة شيء تاني كود او مايت هاف بين كود او مايت اللي اتنين صح هاف بين ثبتة ما بتتغير هذا في الماضي ناخد امثلة عشان نفهم اكتر ايوا انت شفت حاجة طائرة في السماء بتقول دي اكيد مثلا طائرة تقول ات مست ات مست بي هليكوبتر هلي كوبتر هذا اللي في السماء دي يا شباب اكيد اللي انا سمع صوته دا طيارة هليكوبتر قلتي ات مست بي ات مست ايش بي طيب عايز تقول احتمال في الماضي هتقول اللي انا شفتها دي اكيد كان طيارة هليكوبتر هاف بين هاليكوبتر هذا ماضي طيب عايز تقول هادا لو انت شاكك شوية هادا في حالة الشك بسمو احتمال لانما هادي تأكد يبقى انت بتعمل استنتاج في الماضي تقول ايش اكيد اللي شفته امس كان الطيارة كيف تقولها دي تقول اكيد كان الطيارة هليكوبتر طيب انت الوقت عملت استنتاج في المضارع وفي الماضي في المضارع مست بي و في الماضي مست هاف بين وفي اللي هي كلمة كود هاف بين ومائت هاف بين ده استنتاج برضو او احتمال في الماضي خلاص مائت هاف بين ده في الماضي او كود هاف بين برضو ده في الماضي احتمال وهذا تأكد كود هاف بين طيب لو انت عايز تنفي مص تبي عايز تقوله اللي شفته ده ماهم نواف كيف او عايز تقول لي مص انت بي لا غيرت الجملة خلاص خربت لا تقولها كيف كده كانت بي كانت بي يبقى استحالة ان يكون استحالة ان يكون معناها كده استحالة ده يكون نواف فهتقول لي او هي كانت بي نواف هي كانت بي ماي استحالة ده يكون صاحبه استحالة ده يكون ايش صاحبه كانت بي خلاص شباب لو عايز تسويها نفي هتقول ايش هتسويها نفي في المضارع طبعا هتسخلها نفي في الماضي زي ما قلنا كود هاف بين عايز تقول اللي شفته ده استحالة كان نواف هتقول ايه هي كود انت هذا ماضي ثبتة لا تتغير كود انت هاف دي مع الكل كود انت هاف بين مع الكل مع هي مع شي مع ايت مع اي مع كله. ولذلك قال لك ايش هي كود انت هاف. وقال لك انجال لك هي كود انت هاز. ما ينفع. هي كود انت هاف بين ماي فريند. اللي هناك ده استحالة. اكيد كان ده ماهو صح بي. اوكي? يبقى ده احنا عملنا استنتاج في المضارق. خلاص? انت متأكد تقول مست بيه. نفيها كانت بيه. يعني متأكد بالنفي. تقول الاستحالة ده يكون فلان. وفي الماضي مست هاف بين. مست هاف بين. وعايز تنفي تقول كودنت هاف بين. ولو عايز تعمل احتمالات تقول مايت هاف بين. مايت هاف بين. طيب. دي اللي هي صفحة ستة وخمسين. وعليها اسئلة تحت في اخر الصفحة. واسئلة تانية في صفحة سبعة وخمسين. ان شاء الله ما يجي وقتها هنحلها مع بعض في الكتاب الاكتروني. نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته.